مرحلة مش رقوا المرحلة قافي عايزين العاب ونشئين انا مش عايز يعني التفاصيل كبيرة او لا او وعرف انك التفاصيل بعض الفاصل احنا ما كلماش في الكواليس هرجع لك للكواليس هل حسني عبد الرب كان احد الاسباب الرئيسية في رحيلك عن الاسبعين لا 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 حسني لا لا ما اعتقدش انه احد الاسباب لا 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 هل كان ليه دور سلبي معاك في الفريق فاخر مرحلة دور سلبي يعني ما كانش بيدافع عنك ما كانش بيدافع تتكلم عن حسني عبد الرب يعني ايه دافع عني يعني لو في بعض اعضاء مجلس الادارة لا ما عرفش تيه حاجات كواليس انا ما عرفهاش انما انا قادر انا ادفع عن نفسي لا يعني ممكن ادائم ليك لا انا ما عرفش الغرف المغلقة ايه او التليفونات او الواتس اب اللي بيحصل ما بين حمزة واسلام ما عرفش انما انا حمزة وجهازي انا قادر ان ادفع عن نفسي انا قادر كده ان انا ادفع عن نفسي انما سنتو تيم وير يعني فبالتالي فبالتالي انا لما كنت دي الكورة معاك لا 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 انا ما قدرش اخش في الاحشاء من جوه في سين اوصاد واقولك ان هو كان ضدنا لا 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 ما قدرش لا حسني انا اقولك يا حسني ده 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 انا بعتبره اخويا اخ صفير اخويا الصغير وانا علاقتي بيه قبل ما يتولى المسؤولية علاقة جيدة جدا 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 وحسني يعني انا ما كنت في امان فاقول مرة حطيته كمدير كورة والمرة التانية المهندس يحيق كومي يكلمني قال له الله حمزة يا كابتن حمزة احنا اعرضنا مدير كورة وخدنا قرار بمدير كورة بحسني عبد الربو ان يتولى المسؤولية مع حمد ابراهيم محمد ابراهيم رفض فاحنا قبل ما نتكلم معاه يا كابتن حمزة كده المهندس يحيق موجود يا كابتن حمزة انت المدير الفني وحتشكل الجهاز الفني هل لو حطينا حسني عبد الربو مدير كورة انت في مشكلة اطلق اه يعني هو خد رأيك من البداية اه طبعا اه طبعا امتقول لأ بالعكس حسني ده ابن من ابناء النادي والموجود معانا وانا عادت مع حسني وانا اعرف ان دي اول مرة بعد ثلاث سنين تخش النادي انا في ظهرك وغلط وانا حدر الغلط بتاعك عشان انا نفسي تبقى انت كادر من كوادر النادي القادمين للنادي الاسماعيل فانا علاقة بيه كويسة جدا ما فيش اي مشكلة بالنسبة لي معاك خالص انما انت بتكلمني في كواليس انا معرفهاش انما انا اكلمك في الكواليس اللي انا اعرفها بعض الفاصل اخو